فبداية ومن الصفحة الأولى تطلعنا رئيسة التحرير الكاتبة والمؤلفة كاترين جوليو بمقالة افتتاحية تقول فيها لماذا نهتم بكانت؟ ولماذا نكرس له عددا خاصا؟ الجواب بسيط جدا لأنه علمنا كيف نستخدم عقلنا بشكل صحيح ولأنه يعلمنا أيضا مكارم الأخلاق فهو فيلسوف أخلاقي من الطراز الأول لا ريب في أنه يمكننا أن نعيب عليه أشياء كثيرة كسر عمته الفكرية والطابع التجريد العويص لفلسفته ولكنه نص على قواعد أخلاقية تكتب بماء الذهب ومارس هذه الأخلاق الصارمة عمليا لا نظريا فقط فقد كان كانت نظيف الكف ونزيها وصادقا تضيف كاترين أعلمنا أن نستخدم عقولنا كي نتحكم بشهواتنا وغرائزنا لا أن ندعها تتحكم بنا وهذا أمر صعب جدا لا يقدر عليه إلا القليلون كما علمنا أنه يمكن أن نتوصل يوما ما إلى عالم أفضل عالم مسالم يسوده الإخاء والتعايش وهذه الأفكار كانت تعتبر ثورية في القرن الثامن عشر لهذا كله وغيره نكرس هذا العدد بالكامل لإيمانويل كانت ترجمة نانسي قنقر